كنا جبنا سيرت الفنان أيمن زيدان كانت شراكة طويلة الأمد يمكن سنوات تعرفتوا على بعض كان متخرج جديد من المعهد وكنت حضرتك أبو حازم تاريخ رحتوا سوا على العسكرية ورجعتوا لتأيته ونحن ما رحنا سوا بس من نفس الفترة كل واحد الفرز بمنطقة بعدين رجعتوا لتأيته بعد عشر سنين بعد تلو الصدة تبع أغنية يمكن كانت في قلبي في حكي لا ميادة أبصار تيتر معهن بنهاية رجال شجاع لا 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 مو هي الغنية غنية التيتر هي لا يا بابا لا 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 هاي غلط معلومة غلط معلش كان عبي صور نهاية رجال شجاع قمت بعتل له صده قام أجه هو وابو يزان نجدة أنزور صوروا للميادة بقلبي في حكي بحلب كانت من ألز اللحظات كان صوروا إيه هذا وبعدين صورنا غنية بيني وبينك صورنا لحظة مع علي العبدولو رحلة طويلة مع أبو حازم شو أبا يعني قد ما حكينا آخر تعاون كان بفيلم أمينة يمكن صح؟ غيوم داكني غيوم داكني بعد وصد بعد أمينة بعد هذاك بس هاد بقى لتكون ديكتاتورية ناجحة غيرولو هادا الصمنة تبعا هلا بعد الفرنة شو مواصفات التيم يلي بيشتغل معك؟ مواصفات؟ ما عندي تيم ما في تيم؟ وهش شلالية اللي بتتعاون؟ ما عندي شلالية أنا كموسيقى عم تحكي لا ما عندي ما في كل مرة وجوه جديدة بتعامل معك؟ ما في وجوه لحالك بيشتغل؟ معظم الاشي إذا بحتاج وجوه بجيبهم باتفاق يعني بس أنا ستتقلي كان هادول شوف عم تحكي بميادة ميادة كان عائلة نحن واحد تعتبروا حالكم واحد كل شي عازف ويشتغل معنا من أول حفلة ميادة كانت تعيشوا بجو العائلة وكلهم بيعرف ألز شي بها المخلوقة أنه الموسيقى اللي بيجي معها من حفلتنا من أول ما يحط قجره بأول بروفا كانت تروح تحطر له مثلا صندويشن زيت وزعتر لبناء تعمله شاي حياتي ما يكثير ما العلاقة هاي شغلة النجمة وكذا لما مروق ألس شي لما كنا بنسافر لبرا على الأوتيلات مثلا ما بتلاقي أول وحدة نزل لبسة بيجامتنا ونزلت على الصالون وحضرت الضيفة للشباب ما عدا أي مشكلة بهذا بريستيج إنا بريستيج هذول ينزعوا بريستيج حضر ريحك شوي ناخد بريك ومكملين حوار مكملين معكم حوار في آي بي وضيفي سامير كويفاتي نورتني من جديد البعض بيقتبس اليوم من سيفونيات عالمية من أغاني غربية من موسيقى وبلا ما يذكر بحق لكم؟ هلأ قصد قديش مهم يذكر أو ما يذكر أنا برأيي يعني مو هو اللي بدي يكون مؤثر بحق هالموسيقي العالمي اللي أخد منه هاي الشغلة يعني هو بكون عم بأزي حاله عرفت؟ إذا ما ذكر عم يصدق حاله زيارة يعني هو معظمنا نحني كمان مشكلتهم إنه صدقوا حاله مثل اللقب اللي كنا عم نحكي عليه عرفت؟ يعني أنا اليوم لما بصدق حالي خاصة أنت عندك سؤال إلو علاقة بالميديا أو السوشال ميديا السوشال ميديا خلينا نحكي فيه هلأ عليكم لسه لاحقين اشتبوا حتى نحكي فيه هلأ يعني مثلا بأي مجال هل تعلم أنه هلأ أنا اليوم بحط على صفحتي مثلا لحن إلي كمية الإطراءات وال والإطراء والنواء يا عيني عليك يا أيها الرائع يا أيها الفظيئ يا أيها العظيم والله العظيم بعدين بصدق حاله الواحد بمرض يعني تكبر الخصة برأسه مو بتكبر خلاص ما بيعود نشوف شي خلاص يعني أنا بشوفه هذا قمة الغلاط أنت إن شاء الله اعتمادك على على أكتر كلمة تضحكني المشاركات إعجابات أو المشاهدة تعرف كم إعجاب أجاني تعرف كم مشاركة كم مشاهدة كم إعجاب وكم مشاركة وكم مشاهدة هدول بخربوا بيتنا بس هدول اليوم مقياس لنجاح كتير من الأشخاص موجودين بالوسط طبعا مقياس يعني ما تباهوا اليوم خنانين لبنان أو سوريا أو مصر أو كذا أنا عندي اليوم من وقت ما عرفت أنا أنه هدول بنشروا مصاري مثل الإشارة الزرقة طبعا الفيسبوك من وقت ما عرفت أنه بتنشره بمصاري أنا بالنسبة إلي ما بقوا مقياس من وقت ما عرفت أنه فيروز بجلالة أدرة غنية مثلا في أمل إعليها مثلا 28 ألف وأدفع آسف من التعبير بس اسمح لي معلش فضل وأدفع ممثلة بورنو ممكن تجيب ملايين مشاهدات شوهي إلى شوهين تقيين هو بقى الوسط والمجتمع خلاص نحن ما بصير نعتبر أنه هذا أو المشاركة هلأ هلأ أنا بكتب صفحة فاضية شاهد أرجل المدرمين شوف كام واحد دي يدخل يشوف عنوان شاهد أرجولك شاهد مثلا أول قبلة هاي إذا رحنا على المجال الداعر اللي هم يحكي عليه هلأ إذا كتبت أنا مثلا شاهد فلان عازف يعزف شوبان بطريقة ويندخلاتي أربعة بدخلوه أول إيش أحططنا هذا أجدب حاجة حاجة بقى المصدقين حالنا نحن أول شي بضحكوني هدولي أنه بحط له شغلي ولك هو كمان معجب فيها يعني بيعجب فيها بحطنا لايك بحطنا لايك لحاله وبحط طلع هيك وكل الإطراق أنه وبصدق حاله هاي أنا بشوفه هذا المرض هذا لا مو عندي مشكلة فهذا لما بيأخذ مثلا لحن لبيت هوفن مثلا ويستفاد منه أنا آخدي كتير نعم أنا ما بدل أقول كنت أضحك أو كنا عنا كسيتات عنا طاي كسيت قبل عصر السيدي أخذت لابرامس يا زلمي كتب علي كلام من أجمل كلمات كنت أحبهم سمير كان سمير آسف من كلمة كان بس نحن كلياتنا كنا يعني شو صار متل ما صار معي متل ما بصير معه نحن هيك متل ما قلت أنت بيشاف هذا شوي خلاص يعني حاجة يعني واحد لازم ما يكمن كمان هاي الخصة إذا كبرت براسك تنفجت تسوي غير شيء مع الفنان يعتزل بي بي لاحظة مو يعتزل مو يعتزل يعترف فرق بين يعترف ويعتزل أنت الجهد اللي كنت تستغله لبينما تعمل منجز هذا تبعك من 20 سنة كنت يعني تستغرق من الوقت ربع ساعة اليوم تستغرق ثلاثة يام بس اليوم أدواتك متطورة أكتر من مضعوب ما في إلى الأدوات هذا البداية عفوا منك يعني هاي الكتابة صارت بأدوات كمبيوتر ورقه طابعة بس هو لحظة طبعا أكيد أنا خلاص أنا أدقلك شغلة من سلا عنك فسله في الوراء هاك مثله لا تقولن لم ولو أو عسى أو لعله لا تقولن يا ترى كلمات غريبة عجيبة طبقناها على لحل أبرام جينا نطبع الكسيت أنا أخوي اللي هو كان المنتج طبعا لأنه صاحب أهم محل بحلب نعم كلهم بيعرفوه فنحن كما كنا نسجل ننزل شريط منك أنه أنت عم بنزله بروتانا أهم روتانا اليوم الشادوز أستاذ بحلب لسه هلأ صار غير شي جبهة الشادوز هلأ ده نكتب أنه بقلبي في حكي كلمات ألحان سمير كويفاتي مثلا شوف الأغاني لا تلومني هني يلعب الحليم حافز نحن كنا حبينا نعمله ليه تلاوعيني أم كلتوم كذا ألحان كذا هلأ منكتب ألحان أصبجي زكية حمدان كذا ألحان كذا ترفوا تقولوا أنه أنا الزلام يشوفوني أنا مثقف بفهم بس مع كلاسيكا ما أنه يعني شغلتي هيك يعني عرفت نعم هلأ صارت صاروا هدول الأدماء طق الفيوز صاروا هنين أهم من أهم من بيتوفين وأهم من هدول وبرجع بقلك هذا السبب اللي بيخليني دائما مرة في رقاء أسود وأبيض لعاصر رحباني قال له لأهلأ عندي قال له أستاذ عاصي كذا أموقف عاصر رحباني يطلع هيك فيه للمزيع ما بارل مين كان مزيع لأهلأ عندي يا أسود وأبيض قال له شيء الأستاذ لأحتى عارف أحكي معك هذا عاصر رحباني يا زلمي هذا الملك بنظل هذا كل شيء مقتدي اليوم فيه نحن اليوم الموسيقى أنت بتعرف ليش أنا يعني مو زعلت منك بس طلبت منك لأنه مثلي أنه نحط بالبوستر ما نحط أي أسم اللهم اشتركوا في القناة